اذا بعد ثماني سنوات من التأجيل منذ توقيع الاردن واسرائيل على اتفاقية بشأن مشروع اصال مياه البحر الاحمر الى البحر الميت اعلنت هيئة البث الاذاعية الاسرائيلية اليوم نقلا عن مصادر اردنية بان عمان قررت التخلي نهائيا عن مشروع ناقل البحرين هذا فما سياق ما يجري بين الاردن واسرائيل مشروع ناقل البحرين يعتمد على تنديد انابيب من البحر الاحمر جنوبا وصولا الى البحر الميت في الاردن لرفع منسوب المياه فيه فضلا عن الاستفادة من عملية الربط لتخفيف ملوحة مياه البحر الميت وسد النقص المائي الذي تعاني منه الاردن والذي يصل الى 40 مليون متر مكعب سنويا من مياه الشن الاردن واسرائيل كشفتا عن المشروع للمرة الاولى عام 2002 لكن عدة مشاكل حالت دون اتمامه منها ما هو سياسي اخر اقتصادي فالاردن اتهم اسرائيل بالمماطلة في هذا المشروع وبانها غير جادة في حين رأى وزير المياه الاردني ان المشروع لا يلبي اصلا احتياجات الاردن المائية اذا ان نتائجه على البحر الميت ستظهر بعد سنوات طويلة اضافة الى صعوبات في تمويله يأتي الحديث عن تخلي الاردن عن هذا المشروع بعد اسبوعين تقريبا من قرار البنك الدولي بشط بمشروع ناقل البحرين من قائمة تمويلاته واستثماراته بسبب عدم الاتفاق على معاييره في حين اعلن البنك تمويل خطة من الصندوق الانمائي لوضع خريطة طريق اردنية لتحقيق الاكتفاء المائي بشكل او باخر وهنا تأتي الخطوة البديلة لناقل المياه من البحر الاحمر الى البحر الميت حيث سيبدأ الاردن بمشروع بديل مشروع داخلي ضخم لتحلية المياه من خليج العقبة في اقصى جنوب المملكة ونقلها الى محافظاتها محافظات المملكة كافة على ان ينتهي العمل به بعد نحو خمس سنوات فقط الغاء هذا المشروع بين الاردن واسرائيل يأتي في ظل اجواء متوترة بين البلدين ظهرت معالمها من خلال اجبار رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بن يمين نتنياهو على الغاء احدى زياراته الخارجية بعدما تعزر اخذ اذن من السلطات الاردنية التي كان من المفترض ان تمر رحلته في اجوائها هذه الحادثة اتت بعد مدة قصيرة من الغاء زيارة لولي العهد الاردني الامير الحسين الى الحرم القدسي بسبب خلاف مع السلطات الاسرائيلية بشأن الاجراءات الامنية على كل مع وصول نفتالي بنت الى رئاسة الوزراء خلفا لنتنياهو يرى مراقبون في اسرائيل انه يجب على الحكومة الجديدة الاسرائيلية اعادة ترتيب العلاقة مع الاردن حيث قال وزير الخارجية الاسرائيل الجديد يائر لبيد انه سيعمل على تحسين العلاقات مع الاردن مشيدا بالملك عبدالله باعتباره حليفا استراتيجيا مهما اذا لنبدأ ونفتح هذا الموضوع ونربط نقاطه وسياقاته دعونا نتعرف في البداية على تفاصيل مشروع ناقل البحرين اتفاقية ناقل البحرين مشروع يقوم على ساس ربط البحرين الأحمر والميت بوسطة قناة لرفع منسوبه وإنقاذه من تدهور بيئي مضطرد المشروع سيؤمن للاردن 100 مليون متر مكعب من المياه السنويا وهي كمية ستغطي احتياجات المملكة خلال العشر سنوات القادمة كما أنه سيزود البحر الميت بـ 100 مليون مكعب من المياه المالحة الناتج عن عملية التحلية أما الجانب الفلسطيني فسيحصل على 30 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب فيما حصة محافظة العقبة من المياه الحلوى ستكون بواقع 30 مليون متر مكعب وفق الاتفاقية سيحصل الجانب الإسرائيلي على 50 مليون متر مكعب كل عام وقابل تعوده بتزويد الأردن بنفس الكمية لسد العز المائي الحاد في محافظات الشمال المشروع الناقل تقدر تكلفته بأكثر من مليار دولار سيتم تأمينها من خلال الجهة والدول المانحة إذن هذه التفاصيل التقنية لهذا المشروع ولكن لنتعرف أكثر على جغرافية هذا المشروع الذي كان يهدف كما ذكرنا إلى نقل المياه إلى البحر الميت في الأردن في محاولة للتخفيف من شدة ملوحة البحر الميت وكذلك الاستفادة منه في توليد الكهرباء إذن كان من المقرر أن يمتد خط الأنابيب من جنوب الأردن هذا البحر الأحمر الذي نراه في الجنوب عبر الحدود المشتركة بين الأردن وإسرائيل وصولا إلى البحر الميت في الأراضي الأردنية هذا المشروع كان من المقرر له أن يمتد على مسافة تصل إلى نحو 290 كم لنقول بشكل عام ليضخ نحو 200 مليون متر مكعب سنويا من المياه وباستمرار إذن من البحر الأحمر جنوبا عبر الحدود المشتركة بين الأردن وإسرائيل وهذا الخط الأحمر إلى البحر الميت طبعا هذا المشروع قد توقف اليوم وقد أعلنت إسرائيل أن الأردن قد ألغى هذا المشروع وحتى نفهم أكثر طبيعة الحال ونربط باقي النقاط يبقى أن ندرس وضع الأردن المائي الآن وحاجاته لمثل هذه المشاريع حيث شهد الأردن موسما مطاريا سيئا لم يصل إلى معدلات الهطول السنوية الأمر الذي يشي بصيف قاس مائيا على الأردنيين ويفرض على الأردن اللجوء إلى إسرائيل لشراء كميات مياه إضافية من إسرائيل زيادة ربما عن الحصة التي تحق للأردن استنادا إلى اتفاقية وادي عربة وملحقتها في الأردن أزمة مياه تدل عليها سدود خزنت أربعين في المائة فقط من طاقتها الأمير الحسن بن طلال يوجه خطابه للإسرائيليين في مقالم بصحيفة يديعوت أحرانوت ويطالبهم في فبراير الماضي بكسر جمود العلاقات بين البلدين وليكن التعاون في مجال المياه هو البداية في الشهر التالي قال مصدر أردني أن المملكة تتفاوض مع إسرائيل لزيادة كميات المياه التي تحصل عليها عمان من تل أبيب بموجب اتفاقية وادي عربة لعام 1994 وأضاف المصدر أن الحديث يدور حول زيادة ثمانية ملايين متر مكعب أخرى إلى خمسين مليون تضخوا إلى الأردن سنوياً بعد يومين كشفت صحيفتها أريتس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يؤخر رده على طلب أردني بالحصول على كميات من المياه رغم أن خبراء ومتخصصين نصحوه بالموافقة على ذلك دخلت واشنطن على الخط حيث أفاد تقرير إسرائيلي صدر في الثامن من أبريل الجاري بأن الإدارة الأمريكية شجعت إسرائيل على الرد بشكل إيجابي على طلب الأردن تزويده بالمياه جاء الثاني عشر من الشهر نفسه وصادق رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو على طلب الأردن منحه كميات إضافية من المياه وأضافت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو وجه بالموافقة بعد أسابيع من الرفض والمماطلة إذن الآن وقد فهمنا عمليا كيف هي الأوضاع والوقائع لنفهم المواقف الآن ونسأل هل قرار إلغاء مشروع جر المياه للأردن عبر إسرائيل هو قرار سياسي أم تقني عملي؟ وهل البديل المطروح سيسد احتياجات الأردن المائية المتزايدة؟ وكيف سيؤثر فك الارتباط المائي على العلاقة بين إسرائيل والأردن؟ أولا أرحب هذا من عمان ضيفي عبر أقمار صناعية الدكتور سميح المعايتة وزير الإعلام الأردني السابق أهلا بك معنا في دائرة الشرق قبل أن ندخل في التفسير السياسي وحتى العمل لما يجري أريد فقط أن أفهم اليوم هل القرار هو بالفعل تقني عملي أم قرار سياسي؟ كيف يفهمه الأردن؟ لماذا قرر بعد 8 سنوات من الدراسات والأخذ والرد أن يتوقف هذا المشروع؟ مساء الخير لحضرتك ستي والمشاهدين الكرام الحقيقة هذا المشروع زي ما تفضلتي عمره من 2002 وربما قبل ذلك كان الحديث عنه وتم توقيع اتفاقية مع البنك الدولي للقيام بدراسات حول الموضوع وحول كل الكلفة وحول التمويل وإسارة الأمور لكن لم تصل إلى نهايات يعني معنا أنه ما كان فيه جدية بالتعامل مع هذا الموضوع ونتيجة التأثير السياسي على الأمور شكية مقبل من أصدق دكتور معي؟ هي الإسرائيليين طبعا زايد أنه ما كان الضرف يسمحه أنه يدخل أنه ينحكي عن مشاريع بهذا الحجم ثلاثية بين الفلسطينيين وبين الأردن وبين إسرائيل بتعرفي الوضع بالعلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حتى قبل تدهور العلاقة الأردنية الإسرائيلية كان فيه أمور كثيرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيل هم اتنين شركة بالمشروع لكن اللي ألغى المشروع أو أخرجه من قائمة التمويلات هي هو البنك الدولي لأنه بعد مرور هذه السنوات وبعد كل هذا المسار الغير مجدي البنك الدولي قرر أن يخرج نفسه من هذا الموضوع وأن يلغي كل ما يتعلق لا بالدراسات وما يتعلق بالتمويل فأصبح المشروع بلا تمويل يعني هو اللي كان يريد أن يمول المشروع بقروض أو بغيره هو البنك الدولي فالبنك الدولي خرج من القصة وبالتالي الأردن أعلن بعد ذلك على لسان وزير المياه أن هذا الموضوع أصبح خارج اهتمامات الأردن لكن لم يكن قرار للغاء من الأردن كان قرار للغاء الحقيقي من البنك الدولي لكن الأردن طبعا تماما خلال السنوات الماضية يعرف أنه ما كان تم في شيء عملي وما كان هذا الموضوع أولوية والمشروع كان زي ما قلت له نفع على ثلاث أطراف مش بس على الأردن فقط وكان يقدم المياه كان ممكن أن يقدم المياه لثلاث أطراف بنسبة مختلفة وأيضا ينتج طاقة كهربائية أيضا تزود السلطة الفلسطينية وتزود الأردن تزود الأطراف الثلاثة زائدنا بتنقض البحر الميت الذي تعرض إلى انتكاسات بيئية لأنه فيض محلال في مستوى المياه في البحر الميت الذي هو موجود داخل فلسطين وموجود على الأردن وبالتالي هو منفع أيضا لهذه البحيرة وهذا البحر على الطرفين منه وبالتالي لم يكن مشروع لخدمة الأردن فقط كان مشروع لخدمة الثلاث أطراف وكان ينظر له سياسيا أنه مشروع يعزز عملية السلام يعزز التداخل ويعزز العلاقات بين إسرائيل وبين العالم العربي وتحديدا مع الفلسطينيين لكن خلال السنوات كان التدهور السياسي كما قلت بالدرجة الأولى كان بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم يعد هناك عملية سلام بين الطرفين وكان هناك حروب بغزة وكان فيه أحداث كثيرة ثم دخلت العلاقات الأردنية الإسرائيلية من 3-4 سنوات في تدهور كبير لذات السبب لكن أخذت منحة وبالتالي لم يعد هناك مجال أو أي أولوية للحديث في مثل هذه المشاريع الثنائية أو الثلاثية طيب دكتور معايتة أريد طبعا أن أسأل هنا عن العلاقة الثنائية مع إسرائيل ولكن مائيا اسمح لي أن أفهم اليوم الوضع الأردني هل تعتقد اليوم أو يعتبر أردن أن إلغاء هذا المشروع هو انتكاسة لمشاريعه للإنقاذ المائي لأنه طبعا الوضع المائي الأردني كما هو في كثير من الدول العالم ربما ليس فقط منطقة سيئة ما البدائل اليوم وما الفرق بين الحديث عن هذا المشروع والمشروع البديل اليوم اللي هو التحلية في خليج العقبة يعني داخل أراضي الأردنية على البحر الأحمر ومن ثم نقل هذه المياه المحلات إلى المحافظات يعني هو منطقي أكثر أليس مكلفا أكثر وأصعب من قناة مائية أو أنابيب كاملة لا هو المشروع الأول كان مشروع ثلاثي بتعرف مشروع دوء إقليمي خلينا نقول مش مشروع أردني داخلي وكان التمويل أيضا كان بده تمويل عالي في نفس الوقت خلينا نذكر هذا الموضوع البنك الدولي ما كان رح يقدم هذا الأمر أو هذه المليارات يعني نوع من المنحة وللدعم كان ممكن يقدم قروض طويلة الأمد لثلاث أطراف على كل الأردن لم يلغي مشروع اللي هو القناة البحر الميت وبحر اللحمة هو تم إلغاء لأسباب الأشار تلقى قبل قليل زائد البنك الدولي اللي انسحب من القصة كلياتها اليوم الأردن عنده وضع مائي صعب وهذا الصيف يعني بتحديدا هذا الصيف فيه الأمور تسير نحو الأصعب لأنه كان الموسم المطري سيء الحكومة تلجأ يعني خلنا نقول ميدانيا إلى تقنين ساعات ضخ المياه للبيوت خلال الصيف بتكون الكميات الواصلة للبيوت أقل تلجأ منذ سنوات كان في مشاريع لتخفيض الفاقد لأن شبكات المياه بالأردن فيه جزء منها قديم وبالتالي كميات المياه في فترة من فترات كانت اللي بتكون تحت الأرض وتخرج لأنه فيه خلنا نقول يعني تهالك في شبكة المياه كانت تصل 40% تقريبا من الكمية اللي هي تسيح جوى الأرض زي ما منقول وتسيل بالأرض لأنه كان فيه مشكلة في شبكات المياه فمن سنوات طويلة خلال الجزء على أقل العشر سنوات الأخيرة كان فيه نوع من خلنا نقول تصحيح المسار في موضوع الشبكات موضوع العقبة كمان موضوع صحيح له كلفة لكنه مشروع تحلية وليس مشروع لا ناقل لن يضخ المياه إلى البحر الميت ولن ينتج كهرباء يعني بالمفهوم القديم إنما مشروع تحلية مياه خلال للسنوات القادمة وأذكر حضرتك للمشاهدي أنه نحن لدينا مشروع الديسل واللي كان أيضا بدأ من قبل 20 سنة هذا كمان وأوجد نوع من الحل لتزويد مناطق المملكة بالمياه لأنه منطقة الديسل منطقة مشتركة مائيا بين الأردن والأشقاء في المملكة العربية السعودية منطقة غنية بالمياه لكن الأردن خلال السنوات العشرة الأخيرة يعني دخلوا اليوم بالأردن نحن نستضيف حوالي مليون وثلاثة من العشرة من الأشقاء السوريين زائد عداد أخرى من دول أخرى يعني أمس كان يوم اللجوء العالمي بالمؤلمة المتحدة كانوا تحدثوا أنه ثلاثة ونصف مليون من أصل عشرة مليون يعيشوا على الأرض الأردنية هم غير أردنية هم من اللاجئين طبعا المصطلحات نحن ما بنحبهم أن نتعامل فيه مع أشقاء لا بس هذا المصطلح الدولي فأنتي بتحكي عن كمان ارتفاع الكميات المستهلكة لما يدخل على بلد مليون وثلاثمائة شقيق سوري هذول لابدهم كميات من المياه في بلد فقير مائيا أصلا بتعملك نوع من الإرباك لكل خططك المائي وتطري لبدائل وتطري تبحث عن كل المشاريع فاليوم بعد إلغاء مشروع ناقل البحرين بالتأكيد الأردن ذهابوا للمشروع التحلية واحد من الخيارات اللي متحلله المشاكل خلال السنوات القادمة لكن هذا الصيف يعني إن شاء الله بنعمل الشيطة الجاي يكون في خير أكثر والأمور تكون أخاف على الناس لكن في معاناة في معاناة في موضوع المياه طيب طيب دائما الله أكرم من البشر ولكن دكتور معايته أريد بدقيقة لو سمحت لي أن تخبرني عن هذه العلاقة السنائية اليوم متوقعة مع إسرائيل مع الحكومة الجديدة على خلفية علاقة يعني كانت سيئة في الفترة الأخيرة مفاجأة كان يعني إلى أي مرحلة وصلت من التأزم كانت متأزمة لأن سياسة نتنياهو كانت سيئة ومرفوضة من الأردن ولأنه شخصيا كان يمارس نعم العداء للأردن لكن الحكومة الجديدة التحسن أو ما يجري عليه يعتمد على أمرين ما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية تجاه عملية السلام وحقوق الفلسطينيين وما ستتبع الحكومة الجديدة تجاه القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس واحترام الوصائي الهاشمية في المقدسات إذا صدر من الحكومة مسار إيجابي بهذه الموضوعين أعتقد أن الأمور ممكن أن هذه العلاقة يطرع عليها تحسن خلال الفترات القادمة أشكرك دكتور سبيه المعط وزير الإعلام الأردن السابق أشكرك على التزامك بهذه الدقيقة جميل المختصر مفيد طبعا كان معنا من عمان شكرا دكتور سعيدين فيك دائما الآن لو رحب من القدس عبر أقمار صناعية بسيد أفرايم أنبار رئيس معهد القدس للإستراتيجيات والأمن أهلا بك سيد أفرايم معنا في دائرة الشرق أبدأ من حيث انتهى معنا الضيف الأردني وقال بأنه إذا ما احترمت اليوم الحكومة الإسرائيلية الجديدة الحقوق الفلسطينية حقوق الأردن والسيادة على المناطق المقدسة في فلسطين فهذا سوف يؤدي إلى علاقة جيدة وأن مشكلة ناتانياهو كانت سياسيا شخصيا سيئة مع الأردن ماذا نتوقع من الحكومة الجديدة خصوصا يعني أنه كان في اليوم أعتقد ليلا بيد كان في تصريح وزيخ خارجية جديد ضمن الحكومة بأن الملك عبد الله الملك الأردني هو حليف استراتيجي أظن أن كل الحكومات الإسرائيلية بما فيها الحكومة السابقة تعي تمام الوعي لهذه الأهمية الاستراتيجية للأردن بالنسبة للإسرائيل إسرائيل والأردن لديهما هذه الحدود المشتركة الأطول وكل الحكومات الإسرائيلية لطالما كانت منتبهة وتحرص على تحسين العلاقات مع المملكة الهاشمية بناء على ذلك أظن أنه لا يجب علينا أن نتفاجأ الآن بهذا الإسرار الإسرائيلي لتحقيق السيادة على ما يسميها الفلسطينيون الأراضي الموحدة المقدسة الحرم الشريف وأيضا كل هذه الأماكن المقدسة بناء على مبادرة أو اتفاقية السلام الموقعة بين الملك حسين وأسحاق رابين في الماضي نعم أعود الآن إلى إحدى بنود هذه الاتفاقيات فاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل هي طبعا تقاسم الحصص المائية وكان من المتوقع لقناة ربط البحرين يعني من البحر الأحمر نحو البحر الميت هو مشروع مشترك يشد من أذر الترابط ليس فقط المائي وإنما حتى السياسي الآن وقد توقف هل تتوقع بأن إسرائيل أيضا خاسرة من توقف هذا المشروع وما هي البدائل هنا كيف ستتعامل إسرائيل مع الحصص المائية الأردنية المتزايدة أظن أن الحكومة الأردنية كانت صائبة في تحديد بعض التردد الإسرائيلي لإنفاذ هذا المشروع أولا للجدوى الاقتصادية وهذا ما كان محط التشكيك إن إسرائيل لديها فائد في الإمكانية من أجل تحلية المياه ولا تحتاج إلى مياه إضافية من هذا المشروع ولكن هناك أيضا هذه أوجوء القلق البيئية لم يكن واضح من أن مزج مياه البحرين وكيف سيتم التصرف بمزيج هذا الكام من المياه وهناك أيضا كان مشكلة سياسية لأن الإسرائيليين لم يكن بمصلحتهم برؤية الفلسطينيين لديهم هذه الوطأ في المياه أو في هذا المشروع المشترك لأن هذا يهدد ربما مستقبل إسرائيل كل هذه العوام المجتمعة أدت إلى بعض التردد من الجانب الإسرائيليبي المضي قدما في هذا المشروع ولكن لا يجب أن يؤثر ذلك على العلاقات بين الأردن وإسرائيل لأن ذلك مبني على المصالح المشتركة العلاقة بين الطرفين وأيضا هذه النية من أجل التعيش بشكل مسالم سيد أفرايم طبعا فكرة الحفاظ على المستوطنات وتوسعتها وإيجاد الوطن البديل في الأردن وهي كان جزء من صفقة القرن التي طرحها ترامب طبعا هذه كانت الكابوس الأسود للأردن هل انتهى هذا المشروع بالنسبة لإسرائيل؟ أظن أن صفقة القرن البطلقة من ترامب لم تكن مستحسنة في عمان وهذا كان سبب رئيسي لهذه التوترة بين عمان وإسرائيل وهذه الخطة الآن أزيحت من الطاولة وأزيح أيضا منذ اتفاقات أبرهام من السنة الماضية وأنا آمل أن الحكومة الجديدة ستبذل قصارى جهدها بالتنصيق أيضا مع واشنطن من أجل أن تحرص أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية تعود إلى المسار الصحيح سألتك في السؤال السابق كيف ستتعامل الحكومة الأردنية مع الحاجة المائية الحكومة الإسرائيلية مع الحاجة المائية الأردنية دائما كان في نوع من الابتزاز ولي الزراع في حاجة الأردن للمزيد من المياه المتوفرة في إسرائيل كيف تتوقع يتم التعامل في هذا الموضوع أولا أظن أن إسرائيل تفي بوعودها بنقل 50 مليون متر مكعب سنويا بناء على الاتفاقية وعلاوة على ذلك هناك هذه الإمكانية الفائدة في إسرائيل من أجل تحلية المياه وأيضا ربما لتبيع هذه المياه المحلات بسعر جيد لأردن بطريقة يمكنها أن تساهم بشراء ذلك بشكل أسهل من الأردن وطبعا هناك هذه النية الإسرائيلية بتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الأردن وإسرائيل وهذا ما يشمل أيضا الغاز وهناك موارد أخر إضافية طبعا أشكرك سيد إفراهيم عنبار رئيس معهد القدس لإستراتيجيات والأمن كان معنا من القدس شكرا لك على هذه الشرحات وعلى وقتك الآن لنذهب إلى فاصل قصير بعده نتابع ملف دائرة الشرق اشتركوا في القناة